بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11-10 من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن موضوع اسمه Requirements Specification وعلاقة Requirements بالدزاين نشوف مع بعض بنقول Requirements Specification يعني تحديد المتطلبات طيب يا جماعة إحنا اتفقنا إن فيه كام Requirements قبل كده قلنا فيه User Requirements وفيه System Requirements بيقولك عملية توصيق هذه هي المتطلبات سواء لليوزر أو السيستم عملية مهمة جدا ولازم تتواصل فخلي بالك تحديد المواصفات لابد إنها تتم بتوصيق ما ينفعش إيه ما نوصقهاش إذن The Process of Writing the User and System Requirements in a Requirements Document لابد إنها تتواصل فيهن في Requirements Document جميل نقول مع بعض بقى تاني نقول إن الـ User Requirements have to be understandable يعني إيه لابد إنها تكون معروفة للعريف جيد بالنسبة للمستخدمين والعملة يعني تحديد مواصفات اليوزر لابد إنها تكون معروفة بالنسبة للعمل وتكون مشروحة بالنسبة للعمل ويفاهمها ممكن تكون بالـ Natural Language بتاعته بلغته هو أو عن طريق رسومات بس لابد إن نتجنب فيها إن إحنا ما نكتبش فيها حاجة تيكنيكا الحاجة يعني إيه تقانية يعني حاجة اللي يعرفها بس إيه اللي بينشئ النظام حاجة يفهمها المستخدم طيب بالنسبة بقى للـ System Requirements لا ممكن تكتفها مزيد من التفاصيل وخاصة التفاصيل اللي هي التقانية اللي هي التكنيكا لأن اللي فاهمها اللي فاهمها هو مين هو الرجل اللي بيتطور النظام فعلشان كده عشان كده يهمنا إن في الـ System Requirements تكون المتطلبات اللي انت وصقتها تكون معروفة وموصفة توصيف دقيق ويكون يفهم معلومات أكثر حرفية يعني جميل نعم نشوف مع بعض User Requirements have to be understandable by end users and customers who don't have a technical background إحنا اتفقنا إن في الـ User Requirements اللي يعرفها بس هو مين المستخدم ويعرف يتكلم معها يعرف يشوفها يعرف يفهمها والـ System Requirements are more detailed ما اتفقنا هو أكثر توضيحا وإنكلوت يشتمل على more technical information طيب إيه علاقة Requirements بالـ Design يا جماعة Requirements and Design بيقولك إن الـ Requirements يا جماعة لازم برضو هي أثناء التوصيق لازم توصف حالة التصميم وفي كده كلمة هنقولها مع بعض دلوقتي نقرأها مع بعض ونحللها بيقول إيه بيقول إن الـ Requirements should state لازم تقول that the system should do اللازي يعني بغى عن نظام عمل والـ Design describe how it does this إزاي بيعمل الكلام ده يبقى في فرق ما بين كلمتين ما بين كلمة Requirements and Design Requirements بتحدد إيه الـ System ده لازم يعمل إيه إيه المطلوب منه طب بالـ Design لا بيقولك إيه وصف لازاي هيعمل الهدف ده بقى How it does this يبقى في فرق ما بين كلمة Requirements and Design وعادتنا جماعة ميبقى اللي اتنين دايما مرتبطين مع بعض يعني In practice في الحالة العملية Requirements and Design are attached اللي اتنين دول مع بعض دايما بيبقوا متربطين مع بعض طيب بيقولك في بعض الأحيان النظام اللي انت بتصممه بيتعامل مع أنزمة أخرى عشان إيه يقدر يكون الـ Design Requirements المطلوبة The system may enter operate with other system بعض الأنزمة الأخرى that generate design requirements السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته